رح نتحدث عن الغذاء السليم والصحيح والتهيئة السليمة والتدريجية للجسم لاستقبال الشهر الفضيل وصوم رمضان رح نتحدث عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية ومسؤولة عيادة التغذية بمستشفى نجاح الجامعي الأستاذة موناء الشخشير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يسعد صباحكم صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين وانت بقى الفخير يا رب الله يسعدك دايما إحنا لما نحكي على استقبال الشهر الفضيل الناس يكون في عندها هاجس أنه أنا ما رح أشرب أهوتي الصباحية أنه أنا رح أصوم خلال هاي الفترة بعد انقطاع عام عن الشهر الفضيل وعن الصيام بشكل عام فبداية إيش أهم الإرشادات والنصائح حتى إحنا نهيئ جسمنا تدريجيا خلال الأيام الفاضلة من هذا الأسبوع قبل رمضان صحيح يعني هلأ مهمتنا الأساسية أنه إحنا نبلش نهيئ جسمنا لاستقبال شهر رمضان المبارك عادة تهيئة الجسم بيكون تقريبا من خلال ثلاثة أيام لأسبوع قبل بداية شهر رمضان فإحنا معنا هلأ وقت لو نبلش من اليوم بيكون ممتاز هلأ كل شخص الأعراض اللي بنصاب فيها أول شهر رمضان مختلفة عن شخص تاني فإحنا هلأ بنا نصلت وبدوء على أهم الأشياء اللي ممكن تسبب لنا صدع، توتر، عصبية، ممكن كمان ضعف تركيز أو مشاكل بالمعدة فهلأ كل إنسان حكيم نفسه وكل إنسان بيعرف عاداته اليومية اللي ممكن تسبب له هاي المشاكل هلأ ما حدا مجبر إنه مثلا يوقف قهوة يعني هلأ من هلأ نبلش لكن في هيك نصائح خفيفة ممكن تساعدنا هلأ في ناس مثلا بفيق الصباح بيشربوا على ريء القهوة أو بيشربوا نس كافي أو النس كافي الجاهز اللي بيكون مع مبارية القهوة والسكر هلأ إحنا مشكلتنا إنه في عنا بصير انسحاب للكفايين والسكر من الجسم وهاي أحد الأسباب اللي بتسبب لنا الصدع وكمان قلة السوائل ممكن تسبب الصدع لبعض الناس فهلأ شو مهمتنا إنه إحنا نميز إيش اللي عم بتسبب لنا الصدع وإيش عم نستهلك منه بكميات كبيرة ونبلش نخفف تدريجيا من هون الأول يوم رمضان هلأ التخفيف التدريجي كيف ممكن إنه إحنا يا إما بدنا مثلا كاسة القهوة نأخرها إذا كنا منشربها على ريق لا ما منشربها على ريق كميات أكبر صحيح نأخر شرب القهوة لفترة بنص نهار مثلا نبلش ونخفف الكمية يعني إذا إحنا منشرب كاسة مش ضرور نشرب كل الكاسة نشرب بنص الكاسة هلأ حساسية الناس بتختلف من شخص للتاني لا الكافيين يعني مثلا هلأ فيه ناس بقولك بيشرب القهوة وبنام يعني ما بداية يعني ما بيصحى أو بصير عنده هاي المنبيهات بتأثر عليه صحيح وفيه ناس لا إنه فنجان قهوة صغير ممكن يعملهم أرق وممكن يعملهم حتى تسارع بنبضات القلب وممكن يأثر عليهم وهدول الناس هم اللي بنركز عليهم بأول يوم رمضان هلأ ليش حساسيتهم تختلف هم إلوا إشي متعلق بالجينوطايب ممكن يكون سبب جيني هذا السبب ممكن يخلي أنزيمات الكبد تفرس بكميات أقل اللي هي المسؤولة عن استقلاب الكافيين فبالتالي إحنا منصير منشعر فيه الكافيين بقوة أكتر ومنشعر فيه لفترة زمنية أطول فغير هيك إنه الكافيين يعني مرتبط بمستقبلات الدماغ مرتبط فيهم وبيأثر على النواقل العصبية فهاي الشغلات ممكن تكون أكتر مؤثرة لناس على الناس تانين عشان هيك إحنا فيه ناس بيقولك إحنا ما حسنا بالصيام وفيه ناس بيقولك أنا من أول ساعة أو أول يوم راسي بوجعني عند الصداع مش قادرة أتحمل وهذا الشيء طبعا بيسبب اللي هي العصبية بسبب كل هاي الأمور أكيد النصيحة يعني اللي وجهتيها نتمنى إنه فعلا الناس يعني إنهم ياخدوا فيها في موضوع القهوة موضوع النسكفاء اللي هو التخفيف التدريجي بالكمية والوقت وتأخيرها إذا بنحكي كمان على الجسم بشكل عام سواء إحنا بنحكي على صوم أطفال على صوم كبار سن على صوم مرضى كل الأعمار وكل الأشخاص على اختلاف كل هاي الأمور هاي الأيام اللي تسبق شهر رمضان أيضا هل الوجبات والطعام هل ممكن كمان يكون فيها نفس الألية ونفس النظام في تأخيرها في تقليلها وتقليل كمياتها سح حلق وجبة الفطور بدنا نحاول الناس اللي ما تفتر يعني تفتر وجبة الفطور اللي بتكون يعني بكير لأنها هي وجبة الفطور بتساوي وجبة الصحور بشهر رمضان فالناس اللي متعودة تفتر بكير بيكون انخفاض الطاقة إلها بيكون أقل يعني فإحنا لازم نتسحر يعني فإحنا بدنا نحاول وجبة الفطور تكون بكير ونأخر في وجبة الغداء لبعدين مثلا إذا بناكلها على التنتين ناكلها مثلا حتى الثلاثة أو على الأربعة فبتكون أقرب لوجبة الفطور بشهر رمضان الناس اللي متعودة تاكل وجبات كثيرة خلال اليوم لا بتها تخففها بتها تقيمي الوجبات اللي بين الوجبات الرئيسية وتركز على الوجبات الرئيسية بالبداية بعدين بتحزف وجبة وجبة العشا مثلا فبصير عندنا وجبتين وبعدين لما بيجي رمضان بتكون كمية الأكل خفت تدريجيا فبالتالي ما بيحس بالفرق الكبير طب في ناس ممكن الاعتقادات الخاطئة أنه أنا آخر يوم زي هي الوداع رمضان نحن بدنا نروح نشرب قهوة بدنا نطلع على الكافيهات بدنا ناكل وجبات أنه الأشياء اللي بيشتهوها بخلال النهار ما قبل هذا الشيء ممكن هاي الأشياء كمان هي تسبب لهم يعني انعكاس لما أنت بتاكل بكميات أكبر قبل رمضان بيوم أو قبل رمضان بآخر أيام كتوديع للإفطار هل هذا الشيء كمان ممكن يأثر سلبا على استقباله أو استقبال جسمه للصوم أكيد يعني الجسم رح يتفاجأ يعني عادة التدريج هو المهم في الموضوع أما مفاجأة الجسم أول شي هو عم يأكل كميات كبيرة من الأكل وينقطع فترة فجأة فهون بصير في عنا انخفاض للطاقة بشكل كتير كبير غير إنه لما الواحد بيأخذ سكريات سريعة زي الخبز أبيض وحتى المقالي ممكن تعملها موجع في المعدة في أول يوم فبالتالي وجبة الصحور حتى ما قبل رمضان أبدا مش المفروض يكون فيها أي نوع من المقالي زي البطاطا المقلية البتنجان المقلي البندورة المقلية لازم تكون مشابهة لوجبة الفطور العالية بيأجبان ألبان مشتقات الحليب والشيات مربعة مع فواكه وخضرة وطبعا مي ما ننسى المي الناس كمان قبل نهار شهر رمضان لازم تركز على شرب المي وشرب كمان الأعشاب ومسلا الشاي الأخضر أو القهوة من زوعة الكافيين سوائل ممكن تساعد الجسم عشان يحتفظ بالسوائل قدر ما يمكن لا إنه ما ينصاب بالجفاف في أول يوم فهلأ هو الكافيين بشكل عام موجود بالقهوة بالقهوة التركية أكتر شيء فالناس اللي بشرب قهوة تركية ممكن يكون معرضين أكتر لا استضاع موجودة بالقهوة الأمريكية العادية اللي احلم نشربها موجود بالشوكولاتة فالناس اللي بتاخذ القهوة مع الشوكولاتة فبكون نسبة الكافيين بتكون أعلى وموجودة بالمشروبات الغازية والطاقة فانت زي ما ذكرت الأطفال خصوصا يعني أنا بتفاجأ أنه عن جد الأطفال بشربوا مشروبات طاقة بكميات كتير كبيرة وبيكونوا رايحين على المدرسة والإكس أل حاملينه صراحة كنا نحكي هنا عن مشروبات الغازية بزرنات الأصالة مشروبات الطاقة بمتناول إديهم أكيد وهي فيها كتير نسبة كافيين عالية ونسبة سكر عالية فأول يوم رمضان على طول رح نصير انخفاض انسحاب للكافيين وانسحاب للسكر اللي هذا رح يعملهم وجع راس ومشاكل ووجع راس للإمايات كمان أكيد فمن هلأ لازم يبلشوا تهيئة الجسم للصوم موضوع يعني ممكن أخيرا نختم فيه اللي هو تهيئة الجسم أو تعود الجسم على فترة الصيام يعني أحيانا الناس بيخذوا عنهم الموضوع أول يوم بيكون صعب تاني يوم بعد أديش الجسم تقريبا بيتعود على الصوم يصبح الموضوع جدا طبيعي ما بيسأل كثير بالعطاش ما بيسأل كثير بالجوع يعني بعد أربع أيام خمس أيام بيكون الوضع تمام لكن بدنا نفرق بين كمان الانتحاب للكفايين والسكر وبين العادات السلوكية يعني أحيانا الشخص بعصب لأنه عنده روتين حياة أو سلوك معين بالدخان بالقهوة بالسكر فالعصبية بتيجي مش من الأكل نفسه أو من النقص السوائل أحيانا بتيجي من العادات السلوكية إنه هو هلأ محروم إنه من شي معين من شان هيك تهيئة الجسم هي الأساس من شان حتى وعاداته السلوكية والنفسية تكون مهيئة على استقبال شهر رمضان وإنه يبلش الصيام أكيد يعني هاي نصائح جدا مهمة وكمان ممكن بالأيام المقبلة يكون لنا حديث أكثر على موضوع تخفيف الوزن إنه هذا الشيء كمان فرصة للناس اللي حابينهم يخففوا وزن ولكن أكيد فيه نصائح وأكيد فيه خطوات معينة حتى نقدر نستفيد من فترة الصيام الطويل وما يعني نعود هذا الشيء بزيادة من خلال فترة الإفطار ويكون فيه أكل زيادة حتى إنهم يقدروا يخففوا وزن بطريقة صحيحة إن شاء الله نشكرك جزيلا شكر شكرا لكم نتمنى الرمضان يكون شهر خير وبركة وسهر على الجميع وبصحة وسلام أكيد لكل المرضى لكل الأطفال لكل النساء لكل شخص إنه ممكن يكون هذا الشيء صعب عليه ولكن إن شاء الله إن يكون شهر خير وبركة وسهر على الجميع